موسيقى موسيقى خلينا أسألك سؤالي ممكن شوية حساس اليوم الكنيس عندها ألحان وستايل ماشية عليه اللي أنا بحبه مثلا بس إزاي أو كيف الكنيسة ممكن تتعامل مع الجيل التالي الجيل اليوم اللي فكرة الموسيقى والألحان كله تقريبا تغيرت في زينه فإزاي بتتواصل والحنا نتكلم أن العالم صار قري صغير يعني بغض النظر في مصر أو في أمريكا أو في أوروبا أو في أي مكان صار فيه تقريبا كولتشر واحد في كل مكان ككنيسة كيف بتتعامل مع الجيل التالت ولسيما في موضوع الألحان القديمة يعني أنا لست بعيدا عن كنيسة المهجر لأنه أنا كنيستي في إنجلترا والشباب الموجودين في الكنيسة بيقولوا نفس الألحان وبيحبوها وفي بعض الأوقات لما بنترجم لهم الألحان باللغة الإنجليزية بيقولوا لا إحنا طعمها أحسن بالقبطي وطعمها أحسن فبيتعلموا اللغة القبطية مزالة بالعربي هي الفكرة أنه الفعل اللي بيحدث بعد اللحن يعني لما بيتقال الشاب بيعتبروا شيء من الموروث القديم والكنيسة عندها أوبن مايند يعني عندها عقل منفتح يعني عايز في الوقت ده بقى أفتكر أنه الكنيسة ما قالتش بس الألحان يعني يعني عندنا في العصر الحديث من أكتر الناس اللي كتبوا ترانيم الشمس حبيب جرجس اللي هو قديس في الكنيسة الآن احترفت الكنيسة بقداسته والبابا شنود التالت لما كتب مجموعة كبيرة من الترانيم وحتى سيدنا البابا تقدرس البابا الحالي ربنا يتول عمره هو كتب برضو بعض الترانيم